كرة اهلوية عاملين ايه في المطرة والساقة عادية وكمان الكاس ده هتكون بتاعتنا في الليلة دية. ااا وهنسيبه الكاسي نوم معنا. اااا معنا النهاردة بيزل اخبار النادالي الكلام اللي قاله خالد بيبو وكمان احتراف احمد عبدالقادر والرد على غشامة حسن بطريقة القناة بتاعتنا. هنبدأ قول بسم الله الرحيم صلي على نبينا الكريم علي افضل الصلاة والسلام احجي اله واشترك معي اله ومحترم نبدأ على طول من اللي قاله خالد بيبو قال الاهلي ياخد نهايات عديدة في تاريخه نعرف ان المباراة تبدأ مع صافرة الحكم وتنتهي بيها لذا يجب ان نبقى مركزين طيلة الدقائق التسعين والبلاس تسعين اصحى اللونه وبالطبع سيكون من الافضل ان نقتل المباراة مبكرا لكن في النهاية المباراة تستمر للتسعين واسمع مني البلاس تسعين احمد عبدلقادر احمد عبدلقادر اللي عيب ماقدرش يطور نفسه مع مرس الكورو والفرقة لان مرس الكورو فارق اعوز مصلحة الفرقة واحمد عبدلقادر عوز مصلحة عاوز هو اللي يخش ويجيب الجون هو اللي يبقى يعمل الفنتاته وفي الاخر هو اللي يفنشها ماقدرش احمد عبدلقادر يتقلم مع الفرقة مع انو لو هو عمل كده زميله برضه يدوله فما قدرش انه هو يزبط نفسه او يطور دماغه مع الفرقع يعني عندك عينة زي ما كهربا عمل اساست لامام عشور في الماتش بتاع الاتحاد امام عشور كان هو جون وحطها جون الدنيا سهلة بدل ما تروح منك للجون وفيس توفيس وفي الفرصة والفرصة تكون خمسين وخمسين واضيع منك زي ما كلهم الفرص بتضيع لكن بص الكهربا بص الكهربا وحتى لو كهربا ما جابش اهداف الراجل بينزله لانه عارف انه هو مؤثر فانت بتضيع وبتضيع وبتضيع ففرصته في الوكرة او في الدور القطري هتكون كبيرة لان مش هيكون عندنا عندهم زي عندنا بيوقفوا الاوتوبيس وهو مش عاوز سكان كتير هو عاوز يعمل فنت ويجيب جون وهناك ممكن تكون الحرية ليه والمجال ليه واسع هناك كان في القناة دي من تقريبا من بعض الصيف قلنا انه عمر كمال عبد الواحد في الاهل باذن الله بتوافق ما بين عمر كمال دعبس كابتن الخطيب كابتن شبير من يوم او يومين قال ان الاهل يعني ان الصفقة الاولى ليه يوم الحد او يوم الاتنين اللي جاي اه طبعا احنا كنا عارفين ان هو هيحصل بازن الله بس ما قالش انه هو صفقة تبقى ايه لكن خالد الغندور خالد الغندور طالع بيقولك سيتم الاعلان عن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للاهل قبل معسكر منتخب مصر انا نفسي 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 اه ان كل الزملكوية يعني انا اجيب لكم كمان شوية غشامة حسن والاسم ده خليه للقناة بتاعتنا لا اني انا ما بحبش الزق حد باسم اللي يكون شبهه غشامة من الغشم فنفسي كل الزملكوية يركزوا مع نديهم يشوفوا فق قيده يشوفوا فلوسه اللي عليه يشوفوا القهرباء يشوفوا المية يشوفوا البلاو المتلتلة ويسيبوهم من نادي الاهلي لكن ما يفضل على طول متعلقين في جل باب النادي الاهلي نيجي للكوميكس ده ان اللي اجابهو لك عشان هنقل على غشامة حسن الكوميكس بيقوله هو الزملك امتى هيلعب في كاس العلم يا عمدة قال لها ادع انت بس يقعد في الدور وما ينزلش درجة تانية نيجي لغشامة حسن اللي بيقوله هي كاس العلم اللي انديها دي بطولة تفهى بطولة تفهى طب يا ابني ازاي هي تفهى هو انت وصلت وخدتها ومليت منها دولابك عشرة او وصلت لها من اصله او خدت بطولة افريقيا من عشرين سنة اللي اللي بياخد بطولة افريقيا او اللي بيطلع من مصر اولا بيكون بطل عليك انت كنادي وكل انديت الدول ثانيا بيبقى بطل عليك وكل انديت افريقيا تمن هل بطولة افريقيا ضعيفة؟ هل بطولة افريقيا تفهى؟ بعد يا بيلعب مع ابطال القرات تمن اللي هم صفه مع ابطال الدول اللي في قراتهم انت يا ابني محدش علمك جغرافيا محدش علمك اي حاجة في الاساسيات اللباقة وكورة القدم او تتكلم ازاي ازاي محدش من كده من الوالدين قالك ما تقللش من حد عشان محدش يقلل منك ما تغلطش في حد عشان محدش يغلط فيك الصورة دي الصورة دي التشيرت الجديد لمانشستر سيتي تعرف مين المانشستر سيتي اللي كان بيلعب في البطولة اللي انت بتقول عليها تفهى مانشستر سيتي حط لوجو الفيفا زي ما انت شايفه كده على وسط التشيرت بتاعه وكمان اللعيبة لعبت بيه زي ما انت شايف وحط لك انهوت يا سلام هتطلق صورة اصغر اللعيبة عندنا كريم الدبيس كريم الدبيس مع جوارديولا مع هلند مع اوكر او او لوكر مش فاكر اسمه كان بيلعب في تتنام هناك المانشستر دلوقتي فوذن لعيبة من منشستر انت مع الابطال انت متصور مع ليبل الوحش هل انت وناديك هل انت وناديك مش هقولك العشرين سنة اللي فاتت لا عشرين سنة تانيين جايين هل انت وناديك يقدر لعيب زي شكبالة مش هقولك صغير زي كريم الدبيس زي شكبالة يتصور في مباراة دولية ترعاها الفيفا تحت كاس العالم ويصور مع بطل العالم زي ما حصل مع لعيبة النادي الاهلي دي البطولة مش البرونزية بس البرونزية دي خلاص اتخلدت في سجلات الفيفا اللي انت متعرفش عنها حاجة طبعا وكمان لعيبة الاهلي سجلت اللحظات التاريخية دي معاهم وهم بيتصوروا مع ابطال العالم منشستر سيتي نيجي لمسألة ديانج ديانج جاي له تقريبا ديانج في قطر الريان القطري وقطر القطري وجاي له عرض من بلجيكا مشكلة ديانج هي صراحة مزدوجة ديانج عاوز يتساوى مع علي معلول وكمان عاوز يتساوى مع بيرستاو ده شيء اولاني وطبعا حقه اي واحد عاوز يطالب فلوس هو حقه الشيء التاني ان من بعد ما مشي يا حمد فتحي مارسل كولر حاول يشغل زي ما كان حمد فتحي بيلعب قبل ما يمشي يعني قبل حمد فتحي قبل ما يمشي جاب الجوان برجله وجاب الجوان بالهد دلوقتي حمد فتحي بيستغل هذه المهارة في النادي اللي بيلعب فيه في قطر وبرضو بيهدف فاليو دانج زائد انه هو مع الضغط عليه لو فيه لعيبة بتضغط عليه من ناحية 18 بتاعتنا بيغلط وبيبعد كور مفخخة كانت بتوصل لمحمود متولي او ياسر وكمان في حتة البلد اوب مع الموتوشة اللي فيها ضغط كبير ما كانش بيعرف يطلع الكورة فدي المشكلة المزدوجة اللي موجودة بالنسبة لاليو دانج هو نفسه عاوز يعلي الراتب لو مش هتعلول الراتب يقامش وطبعا النادي الاهل بيرحب بأي عرض ييجي والحاجة التانية انه اليو دانج نفسه المطالب التكتكية اللي بيطلبها منه مارس الكورة مش قادر يقديها بقوة دا كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى الفيديو لو عجبك اخبط لايك واشترك معنا في القناة السلام عليكم